السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هالنهار ان شاء الله سنقدم لكم واحد فيديو اللي الحقيقة هو عبارة عن هدية مئة بالمئة من قناة دي دو سامودي لكل المبتدئين والمحترفين اللي يربيوا الالانيب هالنهار ان شاء الله سنقدم ونقفش خافو من جارب دي الالانيب هذي طريقة مجربة ان شاء الله يعني انا ما عنديش هاد المشكلة دي لجارب الالانيب ولكن اخديت هالطريقة من عنده واحد صديق ما في حقيقة الحاجة الوحيدة اللي يبغى انكم تحملوا الوالدين ديالو قال لك قدمها بكل طيقة وراها مجربة من المدة ثلاث ايام كان جاه واحد الجارب الواحد شانشيلا بين عينيه والذي الزغب كيت نتفلو ويفرج له وهالطريقة اخدها من عنده واحد المرأة مراة كبيرة ودارها وقال ليراها صدقة مئة بالمئة الناس ما رديش فقوا يخافوها إن شاء الله من جارب الالانيب لاي الحذيات واجبت اسميته النظافة مزيانه نقّيهم مزيان كما عودكم في الفيديوهات ديالي يعني كنقول لكم نقيوا قادوا مزيان أن النبي يكون نقي قد تفصحتوا بزاف للحواج ولكن إلى تحتوف هذ المشكل ستسيد هذا كي يقول لكم أن ما غتقوش خفو من جرب الألانب فتاتا كيفما كان نوع دياله والمشكل أنه هو مش مشكل ولكن هذا يعني واحد جانب إيجابي مئة بالمئة أن هذ دواء رخيص للغاية اسمه وهو غي آتشي العادي راه تمان دياله راه مكتوب فيه كيما كتشوفه راه كيتير سبعة دراهم ونص آه هو آتشي العادي اللي كيتباع في المحلات وزيت البلدية قاعد الناس راه عندهم زيت البلدية أو قاعدها ما عندكم ش شريو غي المقدار اللي عادي تخدموا به أن الزيت البلدية مش مشكل أنها تكون حايلة ولا تكون يعني أصلية ولا لا غي تكون زيت عادية ديال الزيتون زيت الزيتون تقدروا تشريو من المقدار اللي بغيتو وبلا شكرة قاعد للناس راك يكون عندهم زيت الزيتون في الضار ديالهم إما الماكلة إما الطياب المهم زيت الزيتون عادية طريقة هي كالتالي هانتما تجيبوا جيش كيسان عاديين جوج إناء ولكن ما بغي يكون وغادي تحطوه نفس المقدار هانتما كيما تشوفوا معايا وخات كتر شي شوية وخات قلل اللي المهم أنها خدمة مئة بالمئة هالطريقة نفس المقدار ديال زيت الزيتون مع نفس المقدار ديال آتشي آتشي اللي هو جفيل عادي كيشريوه بليطره ماشي هاي الروح ولا شي حاجة غالية ولا أنتم مكنتو كتشوفوا آآ الثامن دياله ثلاثة دراهم عفوا أنا راني موضعين في الثامن مرادين شي عبتلنا يا هاو مرادين ثلاثة آآ سبعة دراهم ونصف ثامن رخيص وكتجيبوا الزيت ديال العود العادية كيما بغت تكون وخات تكون أصلية ولا عادية وخات شريوه المقدار اللي بغيتو شريو مثلا غي خمسة دراهم ولا اللي بغيتو ماشي من اللي بغيتو يطرو إن هادينا كدوا غي كتنسحو به ومي كتجيبوا نفس المقدار كيما وريدكم هنا في الكيسان نفس المقدار كتجيبوه في الكاس الليول ولا الإناء الليول الإناء الثانية أو ثانية نفس المقدار دياله وخايكم تفوتين شوية مشي مشكل وكتخلطوهم بهالطريقة عادي انتم موقع ما كتشوفو خلطوهم صافية ومعطوكم هنا واحد المحلول ها انتم ما كيبقى الزيت الفوق معروفة الزيت هادي يبقى الفوق وسميتو إن الماء كيكونها تتقل من الزيت معروفة ولكنتم ما يخلطو بهالطريقة بحال هكه معلقة ولا هكه ها انتم ما حركوا بالطريقة كيحتكم هاد المحلول هكه هاد المحلول غدي تشدوه وغدي تجيبوا بطونجة ولا أي حاجة مهم انها ما كنصاحبش عليكم ما كندير شي حاجة اللي خارقة ولا غيارة تجريبة مجربة ما غاديوش قاو تخافوا من جربة الألانيب يعني ربيوا الألانيب ديالكم بوحد ثيقة لانه قاعد الناس كلهم الحاجة اللي كيخافوا من هال فاش كيبغوا يشيروا شي آلانيب من السوق ولا كيقولك واش فيهم من الجربة واش فيهم من الجربة لا ان شاء الله ما غاديتش خافوا من الجربة انتم ما ماشي غديتشريوا آلانيب فيهم الجربة ولكن من آلانيب ديالكم هاو ما انتم ما كاتربيوهم ومثلا غفلتوا عليهم ولشين هار تصابتهم الجربة انكم ما غاديتش خافوا منها هاد المحلول غاديتتخلطوه هاكا بعد طريقة انتم ما نفس الكيمياء اللي تديرو في الزيت العود زيت العود العادية الزيتون كتديروها في آت شي ولا أي محلول دير جافي اللي كيتباع بليطر وماشي منها ما يكون آت شي يحن المهم آت شي را كدير سبعة درامونس ماشي شي حاجة ممكنني بزاف دي اسميات المهم توما آت شي هاو كدير سبعة درامونس على الزيت العود وخشلوا المقدار اللي بغيتوا خلطوهم بها الطريقة وشدوا الاماكن اللي تصابوا بها لالانيب ديالكم ومسحوا بونجة ولا شيشيتة ولا اللي كان ومسحوا هادك المنطقة جيدا مسحوها مزيان وهاد المحلول ما تكرهوش يعني تمسحوا به الكاش كامل ان هادك الجربرة كتسرح من واحد لواحد ثم هادك الجيهة اللي اتصاب بها مسحوا بها الجيهة هي كتكون بحل الزغب كي بداي كي بقى يتنسل من هادك الجيهة وكي بقى يسرح يجي من منطقة المنطقة هادا هو الجرب خلينا من القشور ديال الودنين اللي وردتكم وحد الفيديو في السابق الذك البلود الميتيل هادك هادك تصوتوه في الودنين اما هادا البلاصة اللي مشا من هالزغب هادك هي اللي كتشدو هاد المحلول هادا ثم حركوا جيدين هاكا باش يتخلطوا بعض اياتهم وعاد حقوا ديك الجيهة المصابة وشدوه هاد المحلول وحقوا به الكاش كامل اكا غير واحد اليومين ثلاثة ايام انا السيد را قال لي نهار الثالث نبت الزغب تحيد هادك المشكية ونبت الزغب را هادي الطريقة مجربة من عند الناس ديال بكري احنا را احنا كان ناخدوه لما احنا كان اعترفوه بالناس ديال بكري ويعني هم اللي عندهم تجربة في هاد الشي وبكري را ما كانش دوه اني كان شريه من 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 فرماسي هاللا را كان غير هاد المحلين مساكن كانوا كي كي ديباني وراسهم وحنا كان ناخدوه عندهم هات تجربة هات تجربة را مجربة اللي مئة بالمئة انا ما عنديش المشكلة المشكلة ديال جربة ولكن هاديرها طريقة سهلة مجربة اخدوها من عندي كهدية من قناة دي دي سامودي اه ودعوه معها تسيد لان اقل لك انا بغيت غير رحمة الوالدين هاديرها من من اسرار اللي كي يخبيوها اه جدودنا هو اعطاهنا اه بغيت غير لك رحمة الوالدين دعوه معاه هاد الشي اللي تقدروا تديرو الى خدمتلكم هاد 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 طريقة هادي اه كنشكركم على التعارق ديالكم وكن رحب بكم اه هاد الفيديو هدف حقا انا كنت سنناه منش حال هادي لان انا كنبغين فيد المشاركين ديالي والمتتبعين ديالي اه طريقة سهلة اه مرحبا بالتعارق ديالكم ساندونا وتكيو على الجراء والناس اللي باقي ما شاركوش معانا يشاركو ورا هاد المعلومات قيمة ومشاريع اه خيصة في الثامن ويعني مزيانة مئة بالمئة اه الناس اللي الفقراء يديروا هاد النوع من 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 المشاريع مشاريع صغرى كتديرها في دارك ما عندك ما كتحتاجش مساحة واللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله انتوما طريقة سهلة الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله